رغم أن كل الحيوانات اللي خلقها ربنا بتتماس بخصائص وسمات بتخليها تعرف تتغلب على الظروف المحيطة بيها سواء الحيوانات دي كانت عايشة على البر أو حتى في البحر والمحيطات ولكن أغلب الحيوانات دي بتتحطي في ظروف قاسية جدا بتخليها عجزة عن مساعدة نفسها تماما وبيكون الحال الوحيد عندها في الوقت ده هو الاستغاسة بالإنسان اللي بيكون هو الملجأ الوحيد لها بعد ربنا طبعا بعد ما تفقد الأمل في كل حاجة وهنعرض لكم النهاردة مجموعة من الحالات اللي كانت هتواجه الموت الفعلي لولا تدخل الإنسان في الوقت المناسب أنا عمار أحمد وأكبر دعم ممكن تقدموا لي هو اشتراكك في القناة وإعجابك بالفيديو ولكن قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحد ملعب كرة القدم الكلاب دي كلها وبطريقة غريبة اتعلقوا في الشبكة بتاعة الجون وكان كل واحد فيهم بيعاني بطريقة مختلفة ولكن هنا يتدخل أحد العمال بكل رحمة ويقص الشباك اللي كانت مسكة في الكلاب ويحررهم كلهم من المأذق ده أما بالنسبة للقطة دي فدخلت نفسها في حتة ديئة جدا ومعرفتش تخرج منها تاني وكانت هتموت فيها لولا تدخل الست دي اللي حاولت تخرجها منها بكل الطرق وده من غير طبعا ما تسبب لها أي ضرر ونجحت في ده بالفعل الكلب ده كان بيحاول يعدي ما بين الباب والحيطة وزنق نفسه في المكان ده بطريقة صعبة جدا والمشكلة الأكبر هنا انه كان بيحاول يشد دماغه من المكان وده كان ممكن يسبب له إصابات بلغة ولكن بذكاءه إنسانية اتدخل الراجل ده وخرجه بكل أمان من الحاجات المعروفة عن السلحفة انها لما بتتقلب على ظهرها ما بتعرفش ترجع نفسها تاني الوضع الطبيعي والسلحفة دي ما كانش عندها المشكلة دي بس ولكن المشكلة الأكبر اللي كانت عندها إنها كانت متربطة بالشباك اللي كانت موجودة في المية وده كان مخليها عجزة عن الحركة تماما ولولا تدخل الشخص ده بكل إنسانية كانت ماتت في مكانها ومن أجمل الحاجات اللي ممكن تخلي أي حد في قلبه رحمة فرحان جدا هو إنك تسقي حيوان كان عطشان بالشكل ده أحد الصيادين بعد ما استطادي السمكة دي وهي نوع من الأسماك اللي ما ينفعش إنها تتاكل رميها تاني في المية والإبرة ببقها وفضلت تعاني الفترة طويلة جدا لحد ما شافها الغواص ده وجر عليها وأنقزها وشار الإبرة منها وخلصها من الألم الشديد اللي كانت عايشة فيه الفترة طويلة الكلب ده بعد ما كان هيموت من العطش ملقاش أي ملجأ يروح له إلا الراجل الكبير في السن ده اللي ما ردلوش طلب وفضل يجيب له مية ويشربه في إيده لحد ما الكلب شبع تماما وهنا لولا تدخل الإنسان المعزة الصغيرة دي أظن ما كانتش هتخرج من هنا تاني النمر ده وجده في الغابة ولكن كان عاجز تماما عن الحركة والسبب في كده إنه صب بأحد الأمراض العصبية اللي خلته مش قادر يتحرك نهائيا ولكن الناس في المنطقة دي أخدوه وجابوله طبيب متخصص وعالجوه لحد ما بقى كويس جدا ورجعوه تاني للغابة البومة دي لسوق حظها إنها ما شافتش الشبكة وهي طيرة ومسكت فيها بشكل محكم جدا ولكن يظهر هنا برضو إنسان في قلبه رحمة وفضل معاها لحد ما فكها تماما من كل الشبك اللي كان ماسك في رجليها واجناحتها وتمت مهمة تحريرها بنجاح وهنا أنا عايزك تتخيل شعور الناس دي بعد ما أنقذوا الكلب وهل فعلا يستحقوا إن هما يتقال عليهم إن هما أبطال ولا ده موقف عادي وأي حد ممكن يعمل كده قولوا لي في التعليقات وبشكل غريب جدا المعزة تحط نفسها في مشكلة كبيرة بس أنا عايزة أفهمي أدماجها دخلت هنا إزاي وعشان يخرجوها اضطروا إن هما يفكوا العجلة كلها الدكتور ده بيحاول ينعش قلب الأرد ده بعد ما تعرض للغرق وبالفعل نجح في ده ورجع الأرد لحالته الطبيعية الحيوانات الصغيرة بتكون عاملة زي الأطفال بالزبط وبتحط نفسها في مواقف صعبة جدا ممكن تدي بحياتها وهنا لولة تدخل الناس وإنهم لوحقوها قبل ما تقع على الأرض كانت هتموت الراجل ده بيحط نفسه في مواقف صعبة جدا وكل ده عشان ينقذ البط الصغير اللي وقع في بلعة المية بدم الإنسان في قلبه رحمة هيساعد أي حيوان وقع في مشكلة حتى لو كان عن كبوت في إحدى العمارات العالية القطة دي مش عارف طلعت هنا إزاي وكانت هتقع من ارتفاع عالي جدا لولة تدخل الشاب ده اللي أنقذها من المصير المأساوي اللي كانت هتقابله فعلا أهم حاجة في حياة أي حد سواء كان إنسان أو حيوان هي الروح القطة دي كأنها فاهمة وبتمسك في الحبل بشكل قوي جدا عشان يشدوها البرة المية وتحافظ على حياتها وتفضل عيشة القطة دي مرد بأصعب أيام في حياتها وكانت خايفة جدا ومش عارفة هل هي هتعيش تاني وهتلاقي حد يساعدها ولا هيكون مصارها الموت ولكن اللي حسنا حظها إن الباب ده كان من الخشب بش من الحديد وقدر الإنسان إن هو يكسره ويخرجها بسلام شكلنا كده ما ورناش للقطة النهاردة اللي طلعت لأعلى حتة في النخلة دي لو عايزة تموت بش هتعمل كده ولكن الإنسان هنا برضو يتدخل ويحافظ على حياتها وينزلها من الارتفاع العالي ده في لحظة غريبة جدا لأحد الصيادين إنه لقى دب صغير بيستغيث به من الغرق وفعلا ساعده وخرجه لحد شط النجاة مساعدة الحيوان بالصعب ولا حاجة وهنا الطفل الصغير ده بينقص حياة القطة في قل من 10 ثواني الأنف الده كان بيتعرض للغرق وملاقاش قدامه إلا الراجل ده اللي استغاس به وبالفعل أنقذه وخرجه من المياه وودال مكانه الأصلي في إحدى المحميات الطبيعية في جنوب أفريقيا الزرافة دي بتقع في حمام السباحة وبتكون عجزة إنها تخرج منه تاني وبيتجمع الناس كلهم وبيحاولوا يساعدوها لحد ما تقف تاني وترجع للغاب ومش الحيوانات الكبيرة بس اللي بتتعرض للعطش لأه كمان السحلية الصغيرة دي ولكن مش كل الناس هتعمل اللي الست دي عملته وهنا تمنى تقولي رأيك في المحتوى اللي بقدمه بكل صراحة وتدعبني بالاشتراك في القناة ولو حبينا نعمل جزء تاني من الحلقة دي ولولي في الكومنتات سلام